اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكو وحلقة جديدة ومزارة المعتبعين والدفاع عنها الحلقة رقم اتنين واربعين احنا لسا مكملين في السلسلة وعارف الناس كتير بتسأل بتقولوا احنا ليه ما بنزلشه السنة دي ممكن عشان الناس الفترة اللي فات دي مشغولة في الحدث فاحنا سايبيني الناس ترعب الحدث براحتها وبعد كده ان شاء الله هنبتدي ننزل بصورة دورية ولكن آآ النهاردة حلقة من المزارة المعتبعين والدفاع عنها وناس جديدة ولكن قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بنفكركم بالهدف ان احنا نوصل الى خمس الاف مشترك فاي حد بتفرج علينا مش دايس على زرارة المطابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرارة الجرس ويلا نقرأ تعليقاتكو قبل ما نخش في الفيديو. ابو داحم بيقول عندي سؤال يا باشا محرك النقل اللي بيعرض بالمهرجان ايه الفايدة منه? ده طبعا من الاعتاد وفي فيديوهات عن الاعتاد وامكان رديت على ابو داحم بالفيديو بتاع الاعتاد. ابو اقار بيقول ايه هي البوبكات آآ عشان بيقول ان هو طعم البوبكات البوبكات ده اللي هو الوشق ولكن هو ساعة كتير بيبقى مكتوب بوبكات فدي هي دي الفكرة بالعربي الوشق. احلام زلدة بتقول آآ ممكن تشوف اخر مقطع بقناتي هي يمكن بتنزل فيديوهات فالقناة اسمها آآ ريكايزن ولو كده ممكن تدعموها وآآ الناس تروح تتفرج على الفيديوهات اللي هي بتنزلها. معنا النهاردة مشاركة لاول مرة من الجزائر. مع انا ياسين. ياسين يمكن آآ اول مرة اشترك معنا ولكن هو بسم الله ما شاء الله مستوى تلاتة وسبعين. آآ هنشوف كده الدفاع اللي هو بيدفعه ولا وبعد كده هنشوف البيت بتاعه وشكل عامل ازاي. آآ يمكن هو للأسف السلاح اللي معا مش قوي قوي. آآ دي بتاقي اللي معادي البندقية فطبعا بياخد وقت عباد لما يقتل آآ الناس هي يمكن الميزة فيها ان هي ممكن تضرب اكثر من هدف مع بعض. ودي برضو نقطة هو مفروض يسحبهم مع بعض. تمام? وياخد باله كده من النقطة بتاعت العلاج. مفروض يسحب آآ يسحبهم كلهم مع بعض ويبتدي يضرب هيضرب عليهم كلهم. تمام? هو هنا تقريبا بيحاول يعمل ولكن الرجل اللي وقف بصه واقف مالوش دعوة. صاحبه بيضرب وهو ولا واقف مقامه سدسة ومالوش دعوة. واقف على جنب. آآ مالوش دعوة بالقصة خالص. ولكن بتاعت دي آآ لسه فاضل واحد ارتقى المستوى طاب كويس والله كمان آآ رفع مستوى في واحد بس نحن مش عارفين هو فين. او هو في النحية التانية. كلهم هجم من ناحية دي وهو قرر يهجم لوحده من ناحية التانية. ده يمكن آآ بيهجم بمعا خنجر او معا آآ سكينة صغيرة كده. فهو ده اللي بيتضرب بيها. طبعا يمكن آآ عشان كده ياسينخ يمكن اخد وقت شوية في الدفاع. عشان البندقية مش قوية. احنا دايما بنقول خلي معاك بندقية قوية في البيت. للدفاع. يعني اقل واجب. عشان ما يكسروش كتير. عشان ما يعملوش ضرر جامد او يسرقوا حاجة. لان هو الناس دي دايما بتشتكي في الاول ايه? ان هو لسه ما زبطش البيت لسه ما قفلش الدنيا. ودخلوا وقسروا له الدنيا وسرقوا حاجات من معاه. اولا كده كده الحاجة ما بتضيعش. عشان برضو الناس تبقى فاهمة. الحاجة اللي بتتسرق لو حد الهجوم بتاع قطاع الطرق. دخل وسرق حاجات من مسلا من مغزن او من آآ من صندوق او من اي حاجة. الحاجات دي بتروح على الاستاش او بتروح على المغزن بتاع قطاع الطرق. فانت كل ده هتعمله انك هتستنى للمرة اللي بعديها. ده ما يجوا هجموا عليك. وتاخدوا الخريطة بتاعتهم. وتاخدوا الخريطة بتاعتهم دي تقراها. وتروح الى المكان اللي هو بيبقى موجود آآ في حارس واحد ضعيف جدا. هتروح آآ هتاخد الحاجات اللي موجودة الطبيعية اللي هي بتبقى موجودة اللي يمكن احنا شوفنا في اكتر من فيديو. آآ الحاجات اللي بتبقى موجودة جوه وكمان هتاخد جزء من حاجاتك. فحاجاتك هترجع ممكن على مرتين تلاتة. يمكن كان فيه ارنب للاسف مات ضحية في وسط في وسط المعارقة مع ياسين. آآ طبعا هو هنا بيصلح اجزاء مع ان احنا لسه هنشوف البيت نفسه عامل ازاي. آآ طبعا دي برضو احد المزايا في يعني انت بتصلح كل الكلام ده بدوسة. آآ هنتفرج كده آآ على البيت نفسه البيت الصراحة متقسم حلو جدا. جدا يعني آآ على مستوى ياسين هو مستوى تلاتة وسبعين. البيت كويس جدا. هو مستوى كويس جدا والحوائط مرفوعة كويسة والمخازن كويسة. يعني آآ صراحة من الحسابات الكويسة جدا. آآ لانه مستوى تلاتة وسبعين. المفروض ان هو بيبقى لسه ما عندوش اسلحة كتير. يعني ممكن يبقى آآ دي مشكلة عند ياسين ناسا ان هو الاسلحة اللي عنده لسه مش عالي قوي. ولكن البيت نفسه تأمينه كويس. آآ مع موارد كويسة جدا. يعني انا شايف كمية الموارد معقولة. آآ في موارد يمكن هم ما بيستقدمهاش قوي. آآ او لسه استخدامها لسه هيجي قدام شوية. ولكن الموارد اللي عنده آآ كويسة ويقدر يعلي بيها. يعني احنا لسه السنديق لسه مستوى في حاجات آآ عالية وفي حاجات آآ يعني آآ مستوى صندوق صغير اللي هو اول مستوى خلص. آآ الحصان برضو آآ خلصان وده آآ شيء كويس. يمكن هنا برضو في حاجات متكسرة هو يهتم طبعا. بيجي تطوير الحاجات الاهمية يعني اهميته دلوقتي. هو دلوقتي وصل كان تلاتة وسبعين طبعا اول الدفاع ولكن دلوقتي باربعة وسبعين آآ زاد مستوى. في الوقت ده هو بيهتم انه بيجمع الموالد عشان يرفع من مستوى آآ تلاتة واربعة للورش. واول ما هيرفع اربعة هيبتدي يشوف الحاجات اللي ممكن يرفع خمساة اياه. في حاجات عنده ممكن تبقى اربعة اصلا. ده هو. يعني المعمل ده خلاص من مستوى اربعة هو رفع. برضو هنا طولة العشاب نفس القصة. فاآ المستوى اللي هو ماشي به مستوى هايل. آآ فعلا من يعني من الحسابات آآ الكويسة. آآ ماشي كويس جدا. المخازن يمكن فيه مخازن آآ مش قوي قوي يعني مسلا هنا بتاع الكيمياء ده مش قوي قوي. محتاج ان هو يزود الموالد اللي فيه. ولكن زي ما تشافين المنصفر مسلا مستوى اربعة. فكده آآ هنا مسلا محتاج ان هو يرفع المستوى بتاع الحدادة برضو بالاسلحة عشان يجيله الحاجات الاعلى. او حاجات مستوى خمسة بقى. فيبتدي يركز يمكن التركيز الاساسي. بيبقى باغلب الناس تركز على ورشة الاسلحة. او الحدادة. الاتنين دولي يمكن اهم حاجة وهيرفع معاهم جدوى الادوات. لان جدوى الادوات هيحتاجوا في ان هو يرفعهم. فبيرفع جدوى الادوات. وبنجرب ما بيرفع جدوى الادوات بيبتدي يدور على المواد اللي هيبتدي يرفع بها مستوى السلاح. ومستوى يمكن الدروع وكمان النازل بتهتمي بها ولكن الدروع الى حد ما مقدور عليه. آآ يعني الخريطة مسلا اللي لقاها مع قطاع الطرق دي هتدي له طاقم كامل. فعلى الاهل في طريقة انك تجيب طاقم كامل. دايما المشكلة بتبقى في الاسلحة. ان اسلحتك ببوز وانت معاكش سمك تصلحها ولو معاك سلاح قوي ما بتبقاش عارف تصلحه بسمك ولسه ورشة التسليح عندك ما بتقدرش ترفع مسلا لمستوى اربعة او خمسة فما بتبقاش عارف تصلح سلاحك ولازم تصلحه بسمك وممكن ما يبقاش معاك سمك فالقصة بتبقى كده. عشان كده دايما الاسلحة طول ما هي موجودة مش هيبقى عندك مشكلة في اللعبة. يعني دي يمكن مش هقول بالخبرة بس الفترة اللي فاتت دي الواحد اكتشف ان فعلا لقى الناس معها ان آآ دايما مشكلة اللعبة السلاح طب اجيب سلاح منين? انا عم يحتاج اسلحة قوية. وهي دي يمكن النقطة اللي فرقة مع الناس. يعني في ناس كتير تقول لك مسلا العلاجات. بس العلاجات سهلة. خلاص احنا منزلين حتى دليل عن العلاجات لو حد شايفه خلاص هو هيرى في جيب العلاج ازاي? وهيرى في جمع كميات كبيرة. يعني ممكن في يومين تلاتة ايام للمغزم بتاع العلاج. تمام? انما آآ اسلحة ما هو ما عندوش غير مسلا عشر عشرين سلاح. ويمكن بيبقى لو عندو عشرين سلاح هتلاقوا خمستاشر منهم بنفعش يستخدمهم مسلا وهو بيجمع آآ آآ الحاجة القوية او الحاجات اللي هو محتاجها. آآ في حاجات مسلا بيبقى محتاجها موارد مستوى اربعة وخمسة ومحتاج سلاح قوي. وهو معهوش. ويشتري مسلا سلاح من التاجر او يروح يطلع له مسلا سلاح في مرة. آآ ويحاول يصلحه ومع كل مرة بيبقى عامله مشكلة. ان هو لما بيتدمر هو ده اسلاحه اللي قوي. تمام? فا آآ يمكن دي اكتر آآ مشكلة بتبقى موجودة عند الناس في لعبة هي الاسلحة. احنا يمكن برضو آآ كاملين ما عايسين هو فرجنا وصلى حبة حاجات وعمل يعني آآ الى حد ما البيت شوفناه. ويمكن ده اللي احنا قلناه في الاول ان البيت بتاعه متنظلم كويس جدا. واساسه كوي يعني هو مأسس الدنيا كويس يعني هو ممكن آآ قدام شوية هو خلاص هو قوى الحتة اللي في النص نظرة عامة بقى كأن كأن ياسين سمعيني وانا بتكلم هو ابتدى اهو يحط آآ اراضيات من برة هيبتدي يزود اسوار. الاسوار دي هتفيده لانك ما مش عارف يخشه بعد كده. ولكن الاساس كويس. ما خزم في النص. ما خزم محطوط عليها مربعات كلها في مربعات. فمقام منها كويس. برة ورش ويمكن مقسم حتة آآ ورش ورش وفيه آآ في النص آآ زي قوة كده. غرف. وكل غرفة فيها حبة ورش. محتاج انه يرفع المخازم محتاج انه يرفع السنديق. تمام? آآ ولكن آآ يمكن كان فيه صندوق اهو تقريبا كان سايبه برة. ولكن رجعه تاني. آآ هو يمكن كان فيه احسن الحاجات في يحطوا في الوسط على اساس انه هو برضو يبقى ابعت حاجة حتى لو دخلوا ما يعرفوش يوصلونه. ولكن هو شغال صح. بيبتدي ابتدى يبني اهو آآ ارضيات من برة وهيبتدي يزود اسوار كمان. عشان الموضوع يبقى صعب جدا. وهو ده الاساس. ابنه اسوار كتير. الاخر حاجتك المهمة موجودة في نص المزرعة. في نص المزرعة عشان تمنع. هتمنع انت لو عندك حاجة مهمة وعايز تخبيها في وسط مكان هتعمل ايه? هتمنع لها اسوار من برة. صور والتاني والتالت والرابع كلها ما القطر يبقى كويس. طبعا بالمعقول. يعني ما تقاطش تبني مسلا آآ عشرين صور وفي الاخر ما يبقاش عندك مكان تبني الورش وتحط حاجتك. كل اللي بتعمله بالعقل بتسيب مكان. للورش والمخازن بتاعتك في النص وتبني عليهم اسوار كتير من برة لو تقدر تبني مربعات زي آآ ما ياسين كده عامل. تبقى خلاص مؤمن حاجتك في النص وهو ده اللي ياسين عامله. صراحة قاعدة كويسة جدا. حاول بس تطور شوية. حاول تزود الحاجات اللي موجودة برة. وده كده اول مشاركة لياسين. مستوى يمكن كان تلاتة وسببعين وعربعة وسبعين يمكن حظنا كويس ان احنا شفنا وهو بيتتطور. شو الله يتطور ويبقى لنا بقى لما يوصل تسعين وخمسة وتسعين كده نشوف البيت بتاعه ونشوف القاعدة بتاعته عاملة ازاي? ودي كده اول مشاركة معنا النهاردة. تاني مشاركة هتبقى معنا من حسين حسين قاظم. انا مش عارف حسين منين. ما بلغنيش. ولكن البيت آآ يمكن آآ حسابه هنا ستة وتسعين. فالبيت هنلاقيه المفروض ان هم تطور اكتر. آآ زي ما انتم شايفين يمكن آآ انا مش عارف هو عنده نقص في الاسلحة. السنة دي يمكن لسه فاضل فيها مستويات. طبعا احنا السنة دي مش مستوى خمسة كمان من السنة دي نزل لها مستوى كمان بقى مستوى ستة. زي ما انتم شايفين الدروع عنده آآ كمية كويسة. ولكن برضو المخزن بتاع الدروع مستوى اتنين. مفروض ستة وتنين ده تبقى رفعته على أعلى اربعة. السنة دي يمكن مستوى اربعة. آآ هي طبعا نزل منها لحد المستوى ستة. احنا يمكن آآ في حاجات آآ كان قعدنا فترة لحد مستوى خمسة ولكن بعد كده هننزل لحد مستوى ستة ولكن الموارد اللي موجودة فيها كويسة جدا انه الوقود ده هو مستوى واحد مفروض ترفع الكلام ده. عشان آآ يعني ما ما تجيش في فترة يعني الخشب يا راجل الخشب بالحد دلوقتي مستوى واحد ده الخشب ده اول حاجة بنبنيها. الكيمياء مستوى واحد مفروض ترفع المخزن دي وتبتدي تم لها ما فيها موارد. انت انت مستوى ستة وتسعين فانت المفروض مستوى ستة وتسعين ده يعني من الخلاص انت يعتبر مخلص القصة مخلص كل حاجة دلوقتي آآ يمكن تبقى دخلت في تحلف او حاجة عشان مشتواك. خلاص احنا بنتكلم في ستة وتسعين ده. انت تقريبا مخلص آآ اللعبة يمكن معك كمية لحوم كويسة. آآ الخزنة يمكن هو عمل زي حاطت الحاجات المهمة اول في الخزنة. انا برضو حاطت يمكن بس انا حصل خمس اسلحة. الخمس اسطحة اقوى خمس اسطحة معايا. بسموها في الخزنة. على اساس ده اقام المكان مش هيتسرقه. فهو برضو عامل زي نبص كده على البيت. البيت يمكن متقسم كويس جدا. آآ الاسوار من بره زي ما قلنا كده الاسوار من بره كويسة. ودي هنا طبعا الشجرة بتاعة الحدث بتاعة رس السنة. آآ المعمولة شكلها حلو. آآ فدي طبعا النقط هتحسب كتير لحسين. ولكن زي ما قلنا محتاج ان هو يملى المخازن بتاعته. محتاج انه يطور المخازن اكتر عشان ما يتزنقش في وقت واضطر ان هو آآ يبقى حاجة آآ معايا او حاجة مش عارفة ياخدها آآ معايا. كده دي رؤية بسرعة كده للمنزل بتاع حسين عايزناك تصور فيديو اقوى واطول شوية وتبعته ودفاع كده مع الحساب الجديد دايما انتم عارفين انا بحب اشارك معاكم. فده كده للدفاع الكبير او عفوا للحساب الكبير. الده الدفاع بتاعه. آآ انا كالعادة خلاص يعني بما ان انا سايب في 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 الاماكن اللي موجودة برة. سايب مكان فيه فتحة فهما بيطلعوا يجروا عليها. ويمكن عشان كده ناس كتير بتقول نحنا عايزين للتصميم بتاعك. آآ يعني انا مهما دخلوا وكسروا من اي حتة زي ما انتم شايفين دخلوا وكسروا من يمين هنا بعدين مرة احنا موقفين ولفين. انا مش فاهم. ليه? يمكن عشان في حتة مفتوحة هنا في في العواقق اللي موجودة دي. فحظي كويس. آآ للأسف مفيش طريقة ان انا صور آآ فيديو ويبقى واضح قوي للمكان يعني انا بحاول دايما وانا بصور اوريه لكم اوريكم القاعدة. بس مفيش حاجة تخليكم تنقلوا القاعدة على طول. هم يمكن محتاجين ان هم يطوروا النقطة دي بتاعة البنى. آآ لما قلنا لهم ان احنا عايزين طريقة سهلة للبنى وللنقل والكلام ده قالك المشكلة ان هو مرتبط الورشة مسلا بتبقى موجودة على ارضية ديها مستوى وما ينفعش الحيطة تبقى اعلى من مستوى الارضية. فعندك اساسات كتير فعشان تنقل حاجة محتاج انك تنقل تلات اربع حاجات معاك. فهي دي المشكلة ان هم مش عاركين يزبطوها. ده كده الدفاع بالحساب الكبير هنشوف دفاع تاني بالحساب الصغير ويمكن برضو نفس المشكلة كنت ببقى بجمع موارد ومرة احنا افاجأ ان آآ في هجوم. ودي النقطة اللي يمكن ان انا كنت بتكلم فيها آآ في الاول خالص ان على اقل معايا سلاح قوي جدا ابتدي ادفع بي. طبعا انا مستوى هنا الحساب ده مستوى اربعة وتمانين. فآآ يعني محتاج ان هو آآ ده يمكن اسهل واحد نقدر نقتله بحيب بعض اللعب معاهم كده شوية. ده حتى مش هضربه بمنشستر هضربه بآآ باترسون. آآ هي دي فكرة انك لازم بسلاح قوي يبقى معاك. حتى لو مش في تجميع الموارد يبقى على الاقل في الدفاع. ودي نقطة لازم الناس كلها تبقى وغدى بالها منها. آآ البيت هنا برضو زي ما انتم شايفين متقسم مكعبات كتير او متقسم اسوار كتير قبل ما تخش الى داخل البيت. وده الهدف بتاعنا وده الهدف اللي الناس كلها لازم تعمله. ده كده آآ يمكن الفيديو بتاع النهاردة من آآ مزارة المدافعين والدفاع عنها الجزء الاتنين واربعين. عايز ناس كتير تبعتلي عشان نكمل فيه ونبتدي نحسن في القواعد اللي عند الناس اي حد شاكك ان القاعد عنده وعايز لتزبط يبعت لنا فيديو ليها وهنقول له يحسنها ازاي? طبعا بنذكر آآ الناس اللي بعدت ومستنين منكم فيديوهات تانية وبنفكركم كده بهدفنا ان شاء الله نوصل خمس تلاف مشترك قريب فاي حد بيتفرج علينا مش دايس على زرار المتابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس هو تنسوش لايك كومنت وشير واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكو الجبشان جيمة رسول الله. اشتركوا في القناة